كشفت فضائي ايكستيرانيوز قبل قليل من يومه الاثنين نقل عن مصادر فرنسية عن مقتل شخص واحد واصابة ستة اخرين في حادث اطلاق النار بحيرينيري بمدينة ولوز الفرنسية وذكرت المصادر ذاتها ان شخصا كان راكبا رفق صديقه فوق دراجته الناريات اطلق النار على مجموعة من المواطنين كانوا بالمكان المذكور اسفر عن مقتل واحد واصابة ستة اخرين بجروح متفاوت الخطورة هذا واحلت الشرطة الفرنسية بمكان الحادث حيث بشرت التحقيقات للتعرف عن هوية مرتكب هذه الجريمة